ناجون من الموت هاربون من وطنهم الصغير وربما بلا وجهة قسوة الحرب عندما لا تترك فرصة للحياة تنفذ من اي اتجاه وهذه هي بالضبط حيث تركت نافذة قسرية على جدار قلوب السكان قبل جدران المساكن والوطن هنا في حي سوق الهنود في محافظة الحديدة حيث تعرض الحي لقصف طيران التحالف في الواحد والعشرين من الشهر الجاري وراح ضحيته شهداء مدنيين وجرحا فاضحى الحي على هذه الحالة بقايا حياة وبقايا مساكن كان يزخر بها الحي وشعور بالطمأنينة قبل ان تعصف الفاجع بالقلوب ويؤذن الخوف بالمدينة فاتش عما المر تحت الركام وبحايا سقطوا غيلة وما من احد سوى الزائرين والمتحصرين على وضع بات فيه الموت يسابق الحياة ليستمر التنقيب عما يمكن ان يعثر عليه تحت ركام الصواريخ من بقايا حياة تحولت الى حطام اشتركوا في القناة